السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً اليوم توقعاتنا أو الحركة المفصلة لتوقعات يوم الخميس 27 نيسان إبريل اليوم رح أزيد على التفصيل في الحركة اللي هي زوايا اليومية رح أذكرها بالتحديد المدة القصوى للزاوية بتحديد أكبر على أساس أنه الواحد يستفيد منها بشكل أوفى يعني أنا كنت أحكي مثلاً من الصبح للمساء من الظهر للعصر للهاي ولكن في زوايا بعد مراتي بتستمر مدة أطول فأنا بحط ذروتها الآن بدي أحط تأثيراتها اللي هي ممكن تستمر نهار أو تستمر طول اليوم أو تستمر مثلاً من ساعة مساء يوم وتستمر لعصر اليوم الذي يليه فعشان هيك رح أعطي أوسع في هذا الموضوع طبعاً اليوم زي ما حكينا الحركة المفصلة إلى يوم الخميس 27 نيسان إبريل القمر موجود الآن في برج السرطان اللي هو موعد بث الحلقة مساء يوم الأربعاء ورح يستمر في خلو مسار مستمر لغاية ساعات الصباح بعدين في ساعات الصباح بدها ينتقل القمر من برج السرطان لبرج الأسد بيكمل طيلة نهار يوم الخميس والجمعة طبعاً بالتفاصيل بنعرف كل شيء القمر الآن موجود في برج السرطان زي ما حكينا موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل رح يظل القمر فيها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية الساعة 10 و 52 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء لأنه من بث الحلقة في يوم الأربعاء لا ينتقل القمر الساعة 10 و 52 دقيقة بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأربعاء لمنزلة الجبهة ورح يظل فيها لغاية ساعات ما بعد منتصف لليل يوم الخميس على الجمعة ومنزلة الجبهة هي منزلة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان لغاية ساعات الصباح فبتظل هاي الفترة فيها نوع من أنواع الحساسية يعني منشهر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات إما شراء أو بيع أو استئجار أو نقل أو أثاث أو ديكور أو تصليحات أو زراعة نبتمة أو شجيرة لاهتمام أكثر لأطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت إقامة حفلمة مثلا يعني كل الأجواء العائلية جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن شراء أشياء ثمينة أو بدء بأشياء مهمة جدا ما بنصح فيها في فترة خلو المسهر بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التسديس الإيجابية اللي بين الشمس وبين زحل وقولنا أنه هاي مستمرة لغاية يوم ثلاثة خمسة طبعا هاي زاوية بتحسن من قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب وهذا الشيء بساعدنا على النجاح برضو بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن ننحقق نجاح في العمل أو علاقاتنا مع الآباء بتدل على اهتمام الحكومي بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة وقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار في أمور إلها علاقها بالبورصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي مستمرة لغاية يوم ثمانية وعشرين أربعة بعدين خلص بتنتهي يعني ضالي لها يوم وبسود شعور عام بالوئام بسبب هاي الزاوية فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبائنا بتشجعنا على القيام بالمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبتمنحنا المهارة اليدوية والدقة وسرعة في أداء الأعمال بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن أيضا كما بتشهد إنها أهاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد وبرضو بتركز على الصحافة في قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بالميادين الرياضية وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم سبعة خمسة طبعا هاي الزاوية تعطينا الشجاعة ومنقدر نتخذ بعض القرارات الحاسمة في حياتنا ولكن بسبب تراجع عطارد نراجع نفسنا أنا بنصح أن الواحد يراجع نفسه ما يتخذ القرار بدون دراسة حثيثة للموضوع بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة وبرضو بتدل على نشاط أكبر في الرحلات الجوية وازدياد مدخيل الخطوط الجوية الوطنية اهتمام الدول بتطوير الأسطول الجوي والعسكري ومحاولة تطوير قطاع الصناعة تطويره بإدخال التقنيات الجديدة والماكنات الصناعية وبتمتع الناس بحرية أكبر في التعبير وبيحققوا ذوي القطاع الخاص أرباح مهمة بفضل مجهودهم ومثابرتهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المشتري وبين بلوتو وأنها هي مستمرة لغاية يوم 22 ستة يعني هاي الزاوية لسه قوية جدا ذروتها يوم 18 خمسة بلشت تزيد حم هاي الزاوية أو عنف هاي الزاوية طبعا هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي والاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا فوضعيتنا المادية ممكن تضرر بشكل خطير إذا ما حسبناها بشكل جيد برضو بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة أحد البلاد وممكن تقع اضطرابات في قطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وبتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لابد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص في هذه الفترة فممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو ممكن تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية تهدف لزعزعة استقرار البلاد أو يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا في الدول التي تقع على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البراكين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تقريبا في أواخر تأثيراتها اللي هي برضو بتنتهي يوم 28 أربعة هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو قلنا أنها بدأت يوم 13 أربعة ومستمرة لغاية يوم 28 أربعة بسبب هذه الزاوية بتور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وابتضع عقبات في طريق نجاحهم وهذا الشيء بيسبب لهم عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوانيتهم شهوانية الأشخاص أو الأفراد من جميع الأبراج وهذا الشيء ممكن يضر بصحتهم وبرضو في هاي الفترة الأشخاص اللي بيعانوا من الأمراض ممكن شوي يعني ما يشعروا بالاستشفاء حتى لو أخذوا علاجات إنها بدها وقت أطول أما دولياً فبتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعب ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع لحوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والأمور اللي إلها علاقة بالتعريف أما بالنسبة للزوايا المتشكلة مع القمر أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري ذكرناها يوم أمس لأنه هي في حلقة يوم أمس هذه الزاوية ذروتها الساعة التسعة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينج يعني من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر هذه الزاوية تأثيراتها قائمة وهي زاوية سلبية يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وبتجعلنا يعني نشوف المشاريع بحجم أكبر من حقيقته فعشان هيك ممكن نتهور ونفشل فيها أو يصير فيه نوع من أنواع الخسارة بنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية بتكونوا متيقذين من نفقاتكم اتجنبوا الإفراط في الأكل اللي ممكن يسبب أو يعملكم عرضة لمشاكل إلها علاقة بعسر الهضم أو التخمة بتدل على استياع الرأي العام من أمور إلها علاقة بالوضع المالي الراجع المالي أو الأمور البنكية أو الأمور اللي إلها علاقة بالقرارات الحكومية للمال نتيجة تراجع مدخيل الدولة أو تقهقر في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية أو زيادة في أسعار بعض المواد خصوصا الغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين الجديد المتعلقة بمدونة المرأة أو تشغيل الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي ذكرناها يوم أمس وهاي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون طبعا هي ذروتها ساعة 11.40 دقيقة من مساء اليوم الأربعة بتستمر من الآن موعد بث الحلقة وتأثيراتها تستمر حتى ساعات عصر يوم الخميس هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن ديكور تجميل وهذا وقت مناسب للراحة وهاي زاوية بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا بتمنحنا كفاءة خصوصا في التمثيل والأمور الفنية والروحانيات وبتدل على حسن حال المشتغلين بالقطاع البحري والصيد والصناعات المرتبطة بالسوائل ككل وزيادة في مردودية تكرير النفط والصيدلة وزيادة اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 11 واربعين دقيقة من مساء اليوم الأربعاء على الخميس ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الخميس هذا خلو المسار بعدها القمر بده ينتقل لبرج الأسد هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش الزمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج الأسد عشانيك من ساعات الصباح بيصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها ساعة سبعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الخميس ولكن تأثيراتها بتبدأ من الآن موعد بث الحلقة له مساء يوم الأربعة وحتى ساعات مساء اليوم الخميس يعني تأثيراتها لمنتصف الليل تقريبا منتصف ليل الخميس على الجمعة ذروتها زي ما قلنا ساعة سبعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا هاي زاوية بتدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة برضو تتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامر والمضاء والروحانيات وبتقوي من شهوتنا وبرضو بتدل على استياف الرأي العام من تداهر أوضاع المرأة أو التلوث البيئي أو عدم استقرار في أسعار بعض المنتجات الغذائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس يعني هذا المربع الأول نصف القمر أو نصف البدر نسميه إحنا تربيع فعشان هيك هاي الزاوية بتتشكل ذروتها الساعة 9.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات صباح اليوم الخميس وبتستمر حتى ظهر يوم الجمعة هاي زاوية سلبية بتلعب في عواطفنا فعشان هيك بصير في عنا عدم استقرار بتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد الصعوبات مع الجنس الآخر برضو بتدل على استياء الجماهير والرأي العام من حكوم ما أو ظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يقص قضايا المرأة والمجتمع وتقلب أسعار بعض المنتوجات الصناعية وخصوصا الغذائية منها طبعا تعليقي على هاي الزوايا وأهم النقاط اللي بدي أنا به منها أول إشي بما إنه في عنا زوايا إلها علاقة بالنصب والإحتيال وإنا زوايا للإندفاع والتهور وعنا زوايا بتطلب منها عدم التركيز يعني زاوية اللي التربيع بين القمر والمشتري وعنا زاوية تثليث بين القمر وبين نبتون واحدة بتعزز قوة الناس النصابين اللي عندهم خيال أو كذابين أو محتالين بتعزز القدرة عندهم على إنهم يقنعوك بأشياء وهمية أو أشياء مش موجودة وإنت توافق عليها ممكن يكون موضوع اجتماعي ممكن يكون موضوع مالي ممكن يكون موضوع عاطفي ممكن يكون موضوع اللي هي شبك الناس مع بعض إثارة الفتن فهنا يعني في خلال هذا اليوم بكثر الأمور اللي فيه الكذب واللغط اللي بيقنعك على إنه هو صحيح وإنت من جانبك لأنه المشتري بشكل زاوية سلبي جدا اللي هي علاقة التربيع بيخفي الحضوض وبالعب على عواطفك فممكن تستغل طيبتك وكرمك بشكل كبير إن كان من ناحية أنك تصدق أو تتفاعل أو تنفعل أو تندفع أو تتخذ قرارات بدون ما يكون فيه نوع من أنواع المرجعية هنا بتيجي النقطة الثانية إنه من ساعات الصباح بتصير اللي هي الزاوية اللي ما بين القمر وما بين بلوتو هاي زاوية التقابل السلبية ومدة تأثيرها من ساعات الصباح ولغاية يعني مدى طويل يعني بتستمر من الآن تأثيراتها اللي هو اليوم الأربع ولغاية ساعات منتصف الليل ولكن ذروتها هيك معناته هنا بنلاقي إنه العصبية موجودة وبصير فيه نوع من أنواع التسلط ومحاولة الإقناع وفرض الرأي غصبت عنك بدك تمشي وبدك توافق وبدك هذا فبأي طريقة النصب والإحتيال بمشي في هذا الموضوع الزاوية التربيع اللي ما بين اللي هي السلبية ما بين القمر وبين الشمس اللي بتلعب بالعواطف فهنا الصراع بصير ما بين إنه أسدق ولا ما أسدق يعني إذا بكاله شوي جاب لك الحلقة الأخيرة يعني على طول الخط وإذا تحزون شوي أعطاك شوية عواطف فأقنعك وأنا ولعب بمشاعرك بشكل كبير وتحكم بأفكارك عشان هيك بتكونوا حذرين اليوم ما تندفعوا وما تتهوروا من أي شيء بينحكى أمامكم من أي عواطف من أي محاولة إقناع مهما كانت حاول تراجع نفسك حاول تتأكد من الأطراف حاول تكون عقلاني لا تخلي عواطفك هي اللي تتحكم فيك وبرضو على المستوى المالي حاول قدر الإمكان أي شخص بيحاول أنه يدخل معك مجال الاستلاف أو مجال القروض والديون الشحدة التسول الأمور هاي ما تأخذ فيها إذا ما كنت متبين وابعدوا عن النصابين قدر الإمكان وخصوصا اللي بيشتغلوا في مجال الروحانيات أو اللي بيسترزقوا وبتكسبوا من أي شيء العلاقة بالغيبيات مين ما كان يكون حاولوا قدر الإمكان تكونوا حذرين منه طيب عشانك خلينا نكمل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق وأيضا الجهاز اللنفاوي وعظم الصدر هذولا الأكثر حساسية معناته منيجي على العمليات إنه هاي المناطق إحنا ما مننصح العمليات الجراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية ولكن لممنوع تنعمل خلال هذا اليوم اللي هي عمليات قص المعدة وخصوصا من الآن ولغاية ساعات الصباح ما بعدها بصير الأمر ما في أي مشكلة أما من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء عندنا القلب الشريان الأورطي دورة دموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا بصيروا الأكثر حساسية وعشان هيك العمليات الجراحية الكبرى اللي إلها علاقة بالقلب المفتوح أو إلها علاقة بأمور يعني زراعة قلب أو زراعة شرايين أو إلى ما لنهاية هاي ما مننصح فيها وخصوصا أيضا عمليات العمود الفقري الحساسة ما مننصح فيها برضو خلال هذا اليوم من ساعات الصباح وطيلة النهار أمور إلها علاقة بالقسطرة اللي هي قسطرة القلب أو تنظير الشرايين أو الأمور هاي ما فيها أي مشاكل اللي بشعر طبعا بأعراض غير اعتيادية لهاي الأعضاء يراجع طبيبه بالنسبة لهذا اليوم طبعا مناسب لعمليات التجميل البسيطة اللي الأمور اللي ما بتترك آثار يعني لو صار فيها أخطاء ما بتترك آثار مرعبة ممكن هاي الأخطاء يصير بدها إعادة ترميم فما مننصح فيها نهائيا يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر إلا بالطرق التقليدية أما الليزر أو التجميلي وخصوصا اللي عندهم كثافة بالشعر فإزالة طبيعية عادية بدون الليزر القمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد معناته خلو المسار القادم بيكون يوم السبت 29 أربعة رح يكون في تمام ساعة عشرة يعني بيبدأ في تمام ساعة عشرة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج العدرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأول عمره سبع أيام في تمام الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان وبدو ينتقل لبرج الأسد في ساعات الصباح ورح يظل في برج الأسد لغاية يوم تسعة وعشرين أربعة منتحس الآن بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم خمسطاعش خمسة منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة خمسة سعيد الآن بنسبة خمسطاعش في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة خمسطاعش في المية زحل في الحوت حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 15% وأورا نصف الثور حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 30.4 بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة 15% هيك منكون انتهينا من حلقتنا المفصلة طبعا حلقة التوقعات زي ما حكينا بتنزل بعد الحلقة هاي التوقعات اليومية ياريت ما تنسوا عمل لايك ديس لايك كومنت شير أي إشي بتكوية يعني المهم تنسوش التفاعل مع هاي الحلقة إذا عندكم اقتراحات أو عندكم مواضيع معينة حابين نحكي فيها أو أسألة معينة ياريت تكتبوها بالتعليقات عشان إن شاء الله بالأيام القادمة رح نبدأ اللي هي المرحلة الجديدة اللي هي الفيديو المصور للخارطة الفلكية وإدخالها من ضمن التوقعات التفصيلية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر